قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان انضمام الكويت الى فئة الاسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي MSCI يعزز موقع الكويت على الخريطة العالمية للاستثمار مضيفا ان انضمام الكويت الى الاسواق الناشئة يفتح باب برصة الكويت لاستقبال تدفقات غير ناشطة يمكن ان تصل الى قرابة 3 مليارات ونصف المليار دولار اضافة الى مبالغ قد تزيد على ذلك من تدفقات الناشطة واشار الغانم الى ان انضمام الكويت الى فئة الاسواق الناشئة ضمن هذا المؤشر اعتبارا من مايو المقبل انجاز يعكس فتاحا واسعا في البيئة الاستثمارية لدولة الكويت ويستند الى اصلاحات كثيرة شهدتها السوق المحلية بوقت قياسي وبكفاءات وطنية عالية